التلفزيون العربي مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بطاقية مصر نناقش فيها سقوط قتلى وعشرات المصابين في زصادم قطارين بمحافظة الشرقية ونتابع التحرقات في البحر الأحمر والقارن الإفريقي للضغط على إثيوفيا وأخيرا نصلت الضوء على تجهيز مصر للصفقة جديدة في رأس بناس على غرار مشروع رأس الحكمة تابعونا ارتفى عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية أمس إلى أربعة أشخاص وإصابة حوالي تسعة وأربعين آخرين ووقع حادث التصادم بين قطار قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة وآخر من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية بمنطقة الكبر الجديد بمدينة الزقازيق في البداية بتأكيد خالص التعزي للضحايا ونتمنى كل الخير للمصابين يخرجوا بإذن الله من المستشفى وبينضموا إلينا من القاهرة عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ أهلا بك معايا سياتناب وخلينا نتأكد بس أن آخر المعلومات لدينا محدثة أن حتى الآن في أربع أشخاص توفوا وتسعة وأربعين آخرين مصابين هل هذه آخر الأرقام؟ السلام عليكم ورحمة الله نعم العدد كان حتى صباح اليوم ثلاثة وفيات وتسعة وأربعين جريحا الآن حتى قبل ساعة مضت عدد المتوفين أربعة وفيات وحوالي ما بين خمسين إلى ستين مصاب لكن الخبر الجيد هو أن غالبيت هؤلاء قد خرجوا من المستشفيات وعادوا لبيوتهم وهناك فقط حوالي أربعة إلى خمسة حالات غير مستقرة وبالتالي فهذا هو العدد النهيي طبقا للمصادر الرسمية ووزارة الصحة طيب أستاذ عماد وزير النقل كامل الوزير قال إن الحادث نتيجة لخطأ بشري هل انتهت النيابة من التحقيقات؟ وهل عندنا معلومات وفية وكملة عن أسباب الحادث؟ نعم هذا التصريحات قالها الفريق كامل الوزير صباح اليوم في تصريحات تلفزيونية لكنه أردف أو استدرك قائلا وسننتظر نديجة التحقيقات هناك لجنتين للتحقيق تم تكلفهم بالتحقيق في الحادث لجنة من هيئة السكك الحديدية ولجنة من الفنية العسكرية وهيئة الهندسية القوات المسلحة للبحث في أسباب الحادث ومعاينة المكان وسؤال المختصين والسك الحديد أغلب الظن حتى هذه اللحظة ما لم تظهر مجزة يعني آسف ما لم يظهر شيء مفاجئ فأن هناك قطارا كان قادما من المنصورة إلى الزقذيق وقطارا زهبا من الزقذيق إلى الإسماعيلية يبدو أن هناك خطأ بشريا بالأساس عامل التحويل لم يقم بتنبيه القطار القادم من الزهب إلى الإسماعيلية بحيث دعل القطاران يسيران على قضيب واحد وهكذا وقع الحادث هذا هو التحقيقات الأولية لكن بطبيعة حال لا بد أن ننتظر التحقيقات النهائية من قبل أدهات المختصة الفنية هذه نقطة النقطة الثانية أنا كامل وزير قال كلاما مهما أنه بنهاية هذا العام سيكون قد تم دعا لكل هذه الإشارات إلكترونية في المنطقة قال نحن بدأنا مشروعا لميكانة كل الإشارات في السكة الحديد وأن هذه الميكانة هي التي دعلت عدد حوادث القطارات في مصر يقل بقارنة بما كان سائدا قبل ثلاثة أو أربع سنوات على سبيل المسابق لكن أستاذ عماد يعني خليني أسألك يعني في السابق كان بيتقال أن مشكلة السكة الحديد كمنظومة هي مشكلة تمويل وكان دايما المسؤولين في السكة الحديد بيشتكوا من ضيق التمويل لكن يبدو أن في السنوات الأخيرة أزمة التمويل يتحلس يعني إحنا شايفين وزارة النقل الحقيقة يعني ميزانيتها ارتفعت وبتاخد قرغد من أجل الحصول على تحديث المنظومة وعلى شراء قطارات جديدة فأي سبب وجود الحوادث دي الآن في رأيك؟ السؤال وجيه بطبيعة الحال ومنطقي لكن السكة الحديد والوزير يقولون نعم بدأنا مشروعا كبيرا للتحديث والتطوير سواء في القطبان أو في الإشارات أو في كل ما يتعلق بمنظومة السكة الحديد لكن هذه المنظومة لها مدى زمني بمعنى أنه في نهاية أظن كان قيل أنه نهاية 25 سيكون قد تم الانتهاء من كامل ما كانت الإشارات والمزلقانات وكل ما كان يؤدي في السابق إلى الحوادث يعني إحنا بنتكلم في موضوع المزلقانات وفي موضوع تحديث المنظومة من سنوات منذ سنوات ويعني من قبل كامل الوزير ومن بعد كامل الوزير ومن بعد أنه ممسك الوزارة فلماذا كل هذا التأخير؟ وخاصة أننا قرأنا عن شراء عربات جديدة قطارات جديدة فلماذا التأخير في تحديث هذه المنظومة بشكل كامل؟ تطوير السكة الحديث يا فندم والقضاء على المشاكل له أكثر من عنصر ليس عنصرا واحدا في الماضي كان هناك حديث طويل لكن لم تكن هناك موارد الآن توفرت الحد كبير العديد من الموارد لكن أنت تحتاجين إلى جزء ما يتعلق بالميكانة أو الرقمنة وكل شيء يبقى بصورة آلية هذا رقم واحد رقم اثنين عادة إحلال وتجديد قطبان السكة الحديث في المناطق التي تعرضت لسرقات وسعة خصوصا في فترة ثورة يناير الجزء سالس تدريب العاملين لأن الميكانة وحدها لم تكن مصحوبة بتأمين تدريب وتأهيل كل العاملين في المنظومة فسيكون هناك خلل في كل الأحوال وبالتالي لابد أن تتكامل كل العناصر معا حتى نستطيع القول أننا وصلنا بالفعل إلى ما نتمنى في منع الحوادث تماما طب تقييمك إيه يا فندم في تعامل الوزارة النقل مع هذا الحادث؟ لم أسمع السؤال دي إذن أياسك؟ ما تقييم حضرتك لتعامل وزارة النقل مع هذا الحادث؟ الحادث كما تابعنا انتقلت كل الأجهزة والوزير وزير ذهب بنفسه الحمد لله أن عدد الضحايا قليل مقارنة بحوادث نتذكر أن هناك أحد حوادث قطار الصعيد كان عدد المتوفين 360 شخص على ما أتذكر في 2004 الله يعادها أيام يا فندم الحمد لله أن العدد قليل لكن الوزارة النقل ووزارة الصحة عملت بسرعة مع المكان تم إرسال عدد كبير جدا من سيارات الإسعاف لأنه حينما قيل أن هناك قطاران قد اصطدم فكان التوقع الطبيعي أن يكون عدد الضحايا كبير الحمد لله أنه لم يكن كذلك وبالتالي نأمل في القضاء على مسببات الحوادث وليس فقط الأعراض بشكرا كنت معنا من القاهرة عباد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوك شكرا لك يا فندم بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مع الرئيس الإيرتريي السياس أفرقي في العاصمة أسمر تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي ونقل المسؤولان رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق بيانا لوزارة الخارجية المصرية تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات السياسية والأمنية بالمنطقة فضلا عن أهمية تكثيف جهود لتحقيق الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة السومال وسيادته على كامل أراضيه وإنضم إلينا من القاهرة دكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أهلا بك معي دكتور محمود وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة في زيارة مباحثات في إيريتريا خلينا نتكلم عن أهمية الزيارة والوافد المصري وقرأتك أيضا لتوقيتها في البداية تحياتي لحضرتك ولي السادة المشاهدين الكرام يعني الزيارة الوافد الرسمي المصري إلى دولة إيريتريا يعني بتأتي في إطار المساعي الحفيسة من الجانب المصري خلال الأونة الأخيرة لبناء شبكة من التحالفات الإقليمية في إطار منطقة القرن الإفريقي يعني الجانب الإيريتري يعني لديه علاقات مستقرة مع الجانب المصري يعني ليست هذه الزيارة هي الأولى من نوعها يعني شهدنا في أغسطس الماضي السيد وزير الخارجية الإيريتري يعني قدم إلى مصر عثمان صالح والتقى بي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأيضا الرئيس الإيريتري أسياس أفورقي يعني كان له ذيارة في فبراير من العام الجاري أيضا إلى الدولة المصرية وقبل ذلك حتى في عام الماضي عام 2023 يعني الرئيس أسياس أفورقي قدم إلى مصر في إطار مؤتمر دول جوار السودان الذي عقد فيه يعني الثالث عشر من يوليو من العام الماضي وبالتالي هذه الزيارة يعني بتأتي ضمن مجموعة من الزيارات التي تهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين الأمر الأول هي مسألة خلق تفاهمات مشتركة بين الجانب المصري والجانب الإيريتري على مستوى القضايا السنائية المتعلقة بتعذيز التعاون في الملفات والقضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة والجانب الثاني يتعلق بخلق رؤية بينية قائمة على التوافق والتنصيق التام بين الطرفين حيال الملفات الإقليمية يعني شديدة الأهمية في منطقة القرن الإفريقي لعل على رأسها ملف السودان والصراع الداخلي في السودان والذي يشهد حالة من التعقيد خاصة بعد عدم القدرة على التوصل إلى تسوية في إطار مباحثات جنيف التي عقدت مؤخرا في سويسرا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المشهد في الصومال وتعقيداته خاصة بعدما قامت إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق مع أرض الصومال لكن دكتور محمود يعني خليني أسألك بعض أراء أخرى مختلفة البعض بيقول رغم أهمية التحركات المصرية في القرن الإفريقي في الفترة الأخيرة إلا أنها جاءت متأخرة جدا ما رأيك؟ أعتقد أن الجانب المصري كان حريصا طوال السنوات الماضية على خلق توافقات أو تفاهمات وخطوط اتصال مع مختلف الدول المؤثرة والفاعلة في هذه المنطقة ولكن ربما المتغيرات التي طرأت خلال الأوينة الأخيرة هي التي بدأت تلقي الضوء على أهمية هذه التحركات المصرية خاصة بعد الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال في يناير من العام الجاري هذا الاتفاق الذي بموجبه قامت أرض الصومال بمنح إثيوبيا مسافة تصل إلى نحو 20 كيلو متر على البحر الأحمر في ميناء بربرة كحق انتفاع لمدة 50 عاما على أن تعترف في المقابل إثيوبيا بأن هناك دولة مستقلة ذات سيادة تعرف باسم أرض الصومال هذا الأمر كان يشكل تجاوزا بشكل مباشر في مسألة السيادة الوطنية لجمهورية الصومال نعم وكان الرد المصري كان تحرك وتابعنا التحركات المصرية في الفترة الأخيرة وإبرام الاتفاقات العسكرية بين مصر والصومال وتابعنا أيضا وصول طائرتين عسكريتين إلى الصومال لكن تأثير هذه التحركات أيضا على إثيوبيا وعلى الملف العالق ما بين مصر وأثيوبيا بأزمة سد النهضة يعني أعتقد أنه هذه التحركات تتزامن مع وصول الأمور إلى مساحة شديدة التعقيد بين مصر وأثيوبيا فيما يخص مسألة سد النهضة يمكن لاحظنا خلال الأونة الأخيرة أن الجانب المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية قدمت بيانا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في مطلع الشهر الحالي تبدي فيه اعتراض شديد على استمرار إثيوبيا في انتهاج النهجة الأحادي فيما يخص الملء والتشغيل لأن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الخامس إثيوبيا بدأت في هذا الملء الخامس منذ يوليو الماضي هذا الملء الذي قد يصل إلى نحو 23 مليار متر مكعب ليرتفع بإجمال ما تم تغزينه إلى نحو 64 مليار متر مكعب كل هذه الأمور تتم بدون التنصيق مع الجانب المصري أو حتى السوداني ولذلك كان واضحا في بيان وزارة الخارجية المصرية أمام مجلس الأمن الاعتراض والتحفظ من الجانب المصري على هذه التحركات وأيضا هذا الأمر يؤكد على النهج المصري ممكن مصر في ديسمبر من العام الماضي أصدرت بيانا رسميا عبر وزارة الرأي والموارد المائية المصرية للإعلان عن تعليق المفاوضات مع الجانب الإثيوبي تعليق المفاوضات إلى أجل غير مسمى نظرا لأن إثيوبيا لا ذلك تتمسك بالنهج الأحادي وفرض الأمر الواقع نعم نتابع القضية بشكل دائم ومباشر في بتوقيت مصر بشكرك كنت معنا من القائرة دكتور محمود زكريا من درس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة بدأت الحكومة المصرية التحضير للصفقة كبرى في رأس بناس على البحر الأحمر تفوق رأس الحكمة وذلك من خلال إعداد مقطة عام لتنمية المنطقة بهدف عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن حوافز متعددة أقرتها مصر لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتحويل منطقة القناة إلى وجهة صناعية كبرى لأبرز الشركات العالمية ونضم إلينا من القاهرة دكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أهلا بكم معايا دكتور وائل خلينا نبدأ من تصريحات وزير الإسكان شريف الشربيني اللي أعلن عن تجهيز مصر إلى منطقة رأس بناس من أجل طرحها مرة أخرى على المستثمرين الأجانب والمحليين على غرار رأس الحكمة هل لدينا أي معلومات عن هذا المشروع وعن هذا الطرح؟ لا إحنا بنتكلم أنه تم إعداد الشكل النهاردة كمطور فقط للمنطقة بالكامل ولكن حتى الآن ما تقلش هيتم ترحاها المين هو للمستثمر أجنبي أو مستثمر مصري أو مستثمر عربي يعني إحنا بنتكلم النهاردة أنه نعد وراء النهاردة الطرحات وأنا بكلم النهاردة هو شيء رائع جدا أنك أنت تبتدي تفكر في كلام زي ذلك ولكن الخطورة هنا أنا لسه بمرر في صفقة رأس جميلة يعني أنا النهاردة بقول للمستثمر الجاي ياخد رأس جميلة بقول لسيبك من جميلة واخد النهاردة دي يعني حاجة غريبة وفي نفس الوقت الاتنين مطلين على البحر الأحمر فبالتالي إما أنا ببخص برأس جميلة إما أنا داخل النهاردة بعمل مزاد على الأرض دي بحيث أنه أنا النهاردة بنقل من رأس جميلة لأ ليها؟ فبالتالي لازم نعرف إحنا بالخطب من الأول عشان ما يحصلش النهاردة نوع من أنواع بخص النهاردة الممتركات بتاعته لأن المهجة هطرح دي وإحنا عارفيني النهاردة أن العين كان عليها تقريبا من سنة 2002 والولايات المتحدة الأمريكية كانت عايزة تأخذها كقاعدة ورجع تاني الطلب رجع تاني سنة 2011 فبنتكلم أن العين من الأمريكية كان على المنطقة فبالتالي إحنا أحنا النهاردة هنترحها ولنأجلها فترة لغد من خلص رأس جميلة ثم نعيد مرة أخرى طرحها وبعدين إحنا همنتكلم النهاردة كمستثمر أجنبي طب هو مين المستثمر للاجنبي اللي أنا عايزه أنا عايز النهاردة أطور المنطقة وأعمل خلاف مبيني ومبين مثلا منطقة زين يوم أو مشابه ذلك يعني أنا بتكلم لازم يبقى فيه النهاردة نوع من أنواع التأني في الطروحات شيء جميل جدا أن احنا نفكر ولكن أسلوب البيع أو الترويج أو روتشو اللي احنا بنعمله أعتقد ده بيقلل من قيمتنا شوية ليه؟ لأن ده بيقول النهاردة حد بيخفف من حمولة المركب أنا عايز أخلص بسرعة أنا عايز دولارات بأي طريقة ما فده يخليك تبخيصي من الأسعار مده دكتور ويل مده فعلا من بعض المخاوف اللي بينهلها البعض على وسائلة عوصل الاجتماع أن مصر الكل عارف أن هي بتمر بتحديات اقتصادية فهل إذن يعني من خلال متابعتنا المعلومات اللي تم الإعلان عنها عن رأس الحكمة في الساحل الشمال هل مصر باعت هذه المنطقة أو عملت المشروع في هذه المنطقة في التعاقد بشكل يضمن لها حقوقها المستقبلية بشكل يضمن لها أن هي فعلا أنه أفضل استثمار بالنسبة لنا في مصر سوافق على المدى القصير اللي وصلتنا في الفلوس أو على المدى المتوسط أو على المدى البعيد هل عندنا معلومات لأن المخاوف دي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعية مش تتحك عليك مع الأسف ما عندناش بيانات عن أي حاجة خالص ولا صيغة العقد ولا حتى شكل العقد ولا حتى الحص اللي احنا ناخدها هما قالوا 24% 24% دي ممكن تكون حصلة الضرائب يعني ممكن تتعامل أو ما تتعملش فإحنا بنتكلم النهاردة ما عندناش بيانات طب النهاردة لو حصل خلاف هذا التعاقد هنروح لمين هنطلع النهاردة زي ما تم الإشاعة عليه للولايات المتحدة الأمريكية عشان نقدر يحللنا المشكلة بتاعتنا ما عندناش تغفصيل ومع الأسف وأنا بقولها أن معظم التحكيم الدولي كله بنخسره عادة قضية واحدة بس فإحنا بنتكلم لو تم طرح العقد النهاردة على الخبرى المصريين وعلى مجلس الشعب وما شابه ذلك هنعرف مستقبلنا في إيه وهقدر أبني لفترة الجاية هعمل عليه إيه وبعدين الاستثمارات من هذا النوع كمطور عقاري أو مطور سياحة أو مطور استثماري لازم نهاردة ندرسه كويس قوي لأن احنا بنتكلم في الفترة الأخيرة لما بدأت تصدر النهاردة الليبيا لقيت الحديد نضت عندي فيه 400 جنيه للطن لديت الأسمنت نضت عندي 300 جنيه للطن وأنا عندي مشاكل طاقة بنعاني منها وبنقول احتمال هنرجع للتخفيف تاني طب لما أجهى خفف النهاردة لمحطات القهرابة طب مصانع الأسمنت هعمل معها إيه طب مصانع النهاردة الحديد هعمل معها إيه فبالتالي ممكن الاستثمار ده بدلاًا هو يبقى إيجابي يطلع الاستثمار سلبي لأنه مش هقدر وفر نهاردة المواد الخام للمستثمر اللي جاي عشان يقدر بعملية التطوير ده كلها يبقى أنا بضرب نفسي بنفسي برصاص فبالتالي عشان كامل لازم نتقنى ولازم ندرس الموقف كويس وعملية التصريحات احنا قلنا قبل كدع الدكتورة هالي السعيد قالت الحكومة مدير مش ناجح أنا بقول لنهاردة احنا تقريباً كمان المفاوض المصري غالباً ما بينجحش لأنه صعب أن أنا انتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعلن عن حوافز متعددة مرة أخرى للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس الحقيقة المشروع ده يعني مصر بتعول عليه بنسبة كبيرة وبقاله سنوات طويلة هل لدينا معلومات الحوافز دي وتقييمك لها اقتصادياً إيه آه طبعاً معروف لأنه هو ما جابش جديد احنا بنتكلم على قانون 72 لسنة 2017 يعني احنا بنتكلم على إعادة مرة أخرى ترويج لهذا القانون أو ترويج ما يتضمنه هذا القانون من حوافز داخل هذه المنطقة ولكن انت افتكرتوا النهاردة بعد الفترة الزمانية كلها سبع سنين يعني انت حتى القانون ده أو المنطقة دي بترويجها المين أنا بتكلم النهاردة كمسؤول هتدي 2% النهاردة للجمارك أوكي جميل جداً هيغري بعض الناس هتقولوا والله العملها من 10-20% ده جميل جداً هتدي النهاردة استثناءات بالنسبة لدريبتي الدمغة وبعض المصاريف التوصيق وتسجيل شرعقار وانا كنت استثورد النهاردة بدون تسجيلها في سجل المستورد كل الكلام ده هايل ورائع وجميل جداً بس ما قعدش النهاردة انتاجه من 2017 ما نجحش لازم النهاردة بتخطب بيه حد معاين لازم النهاردة بعملي روتشو حقيقي فيما معنى ايه لو النهاردة المسؤول ده ارى تقرير فتش وقال لك مصر عشان تقدر عجلة الانتاج تشتغل تاني طلبة تستورد مواد 40 مليار دولار يبقى لازم خاطب النهاردة لانا هستورد منه ده ولو تعالى يا عمي اما تعمل مخازن ضخمة جداً عندي في المنطقة او تعمل عندي مصانع في المنطقة عشان اشيخ قال النهاردة بصفة دايما كل المصانع لا يزد تشتغل في مصر انما ما حدش ارى الكلام ده كله طيب انت النهاردة بتروج ده المين لو انا برواجه النهاردة للاسواق العالمية وانا بتميز في المنطقة انهم تتوسط العالم يبقى لازم اخاطب الشركات العالمية اللي بيأثر النهاردة عرص التكريف وزي ما حصل في كناة السويس او حتى بالنسبة اللي هيحصل في بحر اللي هيحصل في القادمة لقدر الله يبقى لازم اخطب هذه النوعية من الشركات تعالوا عملي عندي مخازن عملاقة عشان تضمن النهاردة استمرارية الامداد والتمويل بالنسبة لكم تعالوا النهاردة عملوا النهاردة مصانع عشان تخفض متكلفة الانتق انا لازم اخطب حد مش على المطلق كده بعمل انا ابتديت أقل من تصرحات الحكومة الجديدة حاس ان احنا النهاردة لازم نتأنى شوية وقليلا نمدرس تصرحاتنا عشان نوصل لنتيجة واهداف انما كل اللي بيحصل كأني عمال بخفف حمولة المركب يا جماعة بالراحة بالراحة سدقونا ممكن نوصل وننجح بس حاولوا تتروس الموقف اكتر من كده وصلت وجهة نظرك دكتور ويل دكتور ويل لنحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال كنت معنا بنقاهر نورتين يا دكتور شكرا لكم ايضا وانتبعتكم وصلنا الى ختم توقيت مصر بامكانكم دوما متابعتم زيدا من الاخبار على ما قانا العربية تتكوم الى اللقاء اصبحونا على خير التلفزيون العربي